اشتركوا في القناة في درسنا لهذا اليوم قصة الوحدة عنوان الدرس أحب جيراني للصف الثاني لابتدائي من الوحدة الأولى أخلاقي سيرافقني في درسنا لهذا اليوم صديقي حمد وصديقتي مريم ماذا يقول لنا حمد؟ يقول أنا مسلم راق بأخلاقي وماذا تقول مريم؟ وأنا مسلمة راقية بأخلاقي إذن يجب علينا يا أحبائي أن نتعامل بالأخلاق الطيبة والحسنة سنتعلم يا أحبائي في درسنا لهذا اليوم استنتاج معلومات محددة من القصة المسموعة أيضا سوف نتحدث عن حب الجيران بلغة عربية فصيحة فهل أنتم مستعدون؟ هيا بنا يا أحبائي لننظر معا إلى هذه الصورة ماذا ترون بهذه الصورة يا أحبائي؟ أحسنتم أنتم رائعون نرى مجموعة من الحيوانات ما رأيكم أن نعدد أسماء هذه الحيوانات؟ ساعدوني ماذا تشاهدون؟ أحسنتم توجد في الصورة دجاجة دجاجة أنتم رائعون أيضا اذكروا لي اسم حيوان آخر ممتاز بطة بطة وك وك إنها تسبح في الماء مع صغارها أيضا يا أحبائي ماذا تشاهدون في الصورة؟ هناك حشرة تنزل من الأعلى أحسنتم إنه العنكبوت أنتم رائعون بقي حيوان صغير ولطيف إنه الفأر ممتاز أنتم مبدعون يا أحبائي ولكن هل لاحظتم شيئا على وجه الفأر؟ انتبهوا جيدا ركزوا أحسنتم انظروا إلى الصورة إن وجه الفأر يبدو منزعجا وغاضبا يا ترى ما سبب غضب الفأر؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في درسنا اليوم من خلال القصة المسموعة التي سوف ترويها مريم لأخيها حمد ولكن يا أحبائي سوف أطلب منكم شيء قبل الاستماع يجب عليكم التركيز في أحداث القصة وأيضا الاستعداد للإجابة عن الأسئلة بشكل صحيح هيا بنا يا أصدقائي لنستمع للقصة أحب جيراني جلست مريم تشاهد التلفاز وقالت أخي حمد تعالوا استمتع معي إنها حكاية عن شجار الجيران ولكن لا تجلس قريبا من التلفاز وقد تؤذي عينيك بدأت الحكاية عندما خرج الفقر من جحره وسألت دجاجة غاضبا ماذا تفعلين أمام جحري أيتها الدجاجة ردت الدجاجة ألتقط الحبوب كما ترى صرخ الفقر هذه الحبوب لي إنها أمام جحري قالت الدجاجة تكلم بهدوء من فضلك الحبوب خارج جحرك ومن حق نلتقاطها صاحة العنكبود أرجوكم نحن جيران ومن حق عليكم عدم الإزعاج أضافت البطة علينا أن نتشارب ونتعاون نحن الجيران لنعيش في حب وأمان خجل الفقر وقال أعتذر لكم يا جيراني داخل جحري لي وخارجه لنا جميعا أعيدكم بالمشاركة والتعاون والمحافظة على ممتلكاتكم صفق حمد وشكر أخته مريم وقال حكاية جميلة علينا أن نحب جيراننا ونتعاون معهم ولا نؤديهم والآن يا أحبائي بعد أن استمعنا إلى القصة هل استطعتم معرفة سبب غضب الفقر وانزعاجه؟ فكروا قليلا انظروا إلى الفقر يريد أن يشاركنا درسنا لهذا اليوم ما بك يا فقر ماذا تريد أن تقول؟ كم أنا غضبان من هذه الدجاجة ما زال غضبان يا أصدقائي ما رأيكم أن نستذكر ونسترجع ماذا حدث في بداية القصة إذن كيف بدأت الحكاية؟ تذكروا معي يا أحبائي لنعرف سبب غضب الفقر أحسنتم بدأت الحكاية عندما خرج الفقر من جحره رائعون وماذا وجد أمام جحره؟ أحسنتم وجدت دجاجة أنتم رائعون وماذا كانت تفعل الدجاجة أمام جحر الفقر؟ فكروا قليلا أحسنتم أنتم رائعون ولكن ما رأيكم أن نستمع إلى صديقتنا الدجاجة؟ صدقوني يا أصدقائي لم أفعل أي خطأ فقط كنت ألتقط بعض الحبوب من أمام جحر الفقر إذن الدجاجة لم تفعل شيء ليست مذنبة فقط كانت تلتقط الحبوب من أمام جحر الفقر والآن يا أحبائي برأيكم هل كان الفقر محقا في غضبه من الدجاجة؟ فكروا أحسنتم بالطبع الفقر غير محق في ذلك ولماذا يا أحبائي؟ ما هو السبب؟ أحسنتم لأن الحبوب التي كانت أمام جحر الفقر ليست ملكا للفقر وحده بل لجميع الحيوانات أحسنتم انظروا إلى الدجاجة الحزينة هي تطرح عليكم سؤالا هل نتعامل مع الجيران بهذه الطريقة؟ إنها حزينة وتبكي أجيبوا أحسنتم لا لا نتعامل هكذا مع الجيران بارك الله فيكم يا أحبائي انظروا يا أحبائي من هذا؟ إنه صديقنا العنكبوت أهلا وسهلا صديقنا العنكبوت ماذا تريدوا منا؟ أرجوكم نحن جيران ومن حق عليكم عدم الإزعاج إذن يا أحبائي للعنكبوت حق علينا وهو عدم إزعاجه نحن نعتذر منك أيها العنكبوت أيضا البطة ماذا تريدين أيتها البطة؟ واك 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 علينا أن نتشارك ونتعاون نحن الجيران لنعيش في حب وأمان شكرا لك أيها البطة أحبائي هل أنتم مؤيدون لحديث البطة عن المشاركة والتعاون مع الجيران؟ أحسنتم بارك الله فيكم والآن ماذا استفدتم من قصة اليوم يا أحبائي؟ نعم أحسنت يا سالم وأنت يا دان ممتازة تعلمنا حسن التعامل مع الجيران نعاملهم بلطف وإحسان واحترام بارك الله فيكم يا أحبائي وبذلك نكون قد أنهينا الهدف الأول سننتقل الآن إلى الهدف الثاني سيرافقوني أيضا صديقي حمد أهلا وسهلا بك يا حمد كيف حالك؟ أجبني هل استمتعت معنا في الدرس؟ نعم نعم استمتعت كثيرا الحمد لله صديقي حمد سوف أطلب منك أن تعرف بنفسك لأصدقائك طلاب الصف الثاني وأيضا أريدك أن تخبرهم من هو الجار وما واجبك اتجاه الجار ولكن بشرط أن تجيب على أسئلتي بلغة عربية فصحة اتفقنا يا حمد؟ تفضل أنا حمد طالب في الصف الثاني لابتدائي أحب جيراني كثيرا وجاري هو من يسكن بجواري وللجاري حقوق علينا هو زيارته إذا مرض والإحسان إليه ومشاركته الأفراح والأحزان وتقديم يد العون والمساعدة له أحسنت يا حمد بارك الله فيه حفظك الله ورعاك وأنتم كذلك يا أحبائي يجب عليكم أن تحسنوا إلى جيرانكم كما حثنا على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الجار وكيف نحسن إليه بارك الله فيكم يا أحبائي وأطلب منكم الآن إرسال مقطع صوتي تتحدثون بلغة عربية فصحى عن جيرانكم وما واجبكم اتجاه الجار وقوموا بإرساله عبر برنامج التيمز إلى معلمتكم إلى اللقاء يا أحبائي ترجمة ناني قنقرة ترجمة نانسي قنقر